عنوين التطورات المحلية باتت معروفة ومملة من انسداد الافق السياسي الى الاوضاع المعيشية المتدهورة مرورا بعرقلة عمل القضاء الى جانب الالعيب الالهائية اليومية ومنها اخيرا الكلام عن توقيف احدهم وسحب جواز سفره على المطار لانتقاده رئيس الجمهورية فيما الحقيقة انه حقر الجواز اللبناني ونشر الصور على مواقع التواصل متباهيا لكن في مقابل كل تلك العنوين المملة والمعروفة والالهائية مواقف واضحة جدد الرئيس العماد ميشيل عون اعلانها اليوم من مختلف الملفات فعلى صعيد الحكومي اكد رئيس الجمهورية انه يؤيد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها معتبرا ردا على سؤال حول العلاقة مع حزب الله ان هناك امور يجب ان تقال بين الاصدقاء واحترام الدستور شغلته والبريء لا يخاف من القضاء وعن العلاقة مع رئاسة الحكومة اوضح الرئيس عون ان التفاهم قائم بشكل كبير مع الرئيس نجيب ميقاتي لافتا الى ان وجود اختلاف في الرأي احيانا لا يعني الخلاف ولا يجب يسمى بذلك في الشأن الاصلاحي ذكر رئيس عون بانه يطالب منذ السنة ونصف السنة بالتطقيق الجنائي لمعرفة مسار المال العام لنحية من سرقه او اهدره او من اخطأ بشكل فضيع في ادارته لكنه اضاف لقد وضع المسؤول الاول عن المال والهدر قيما على اعطاء المستندات الى لجنة التحقيق وحتى الان لم يسلم المستندات ومنذ سنة ونصف السنة تبرز عقدة تلو الاخرى بوجه التطقيق يوما بعد يوم في ملف الانتخابات النيابية اكد رئيس الجمهورية انها ستحصل لافتا الى ان الاتفاق سيتم على تاريخ اجرائها في ايار الرئيس عون الذي استذكر امام وفد نقابة المحررين الخطوات التي اتخذها في النصف الاول من ولايته فالندى الاحداث التي حصلت بعدها واوصلت الامور الى ما وصلت اليه معلنا نهاية حقب معينة تخط عمرها الثلاثين السنة وباتت تحتاج الى تغيير